أعتقد إذا ما تفاقم الوضع بهذه الطريقة سوف لن ترى الفصائل إلا ردا قويا من قبل الولايات المتحدة وهذا ما تؤكده السفير الأمريكية بأنه حق الدفاع عن النفس ولو إني لا أتفق حقيقة مع حق الدفاع عن النفس ولكن أعتقد أن الفصائل ستكون في وضع حرج باعتبار أن الحكومة أيضا العراقية تدين مثل هذه الضربات تدين مثل هذه الهجمات وكان هناك اتفاق حقيقة يوم أمس بين الولايات المتحدة وبين العراق في ملاحقة مطلقي الصواريخ وأن تكون هناك خطوة جادة من قبل الحكومة وفعلا الأخبار الواردة تقول أنه اعتقل اثنان من هؤلاء وثلاثة من المطلقي الصواريخ ولكن هذا لا يكفي أنا أعتقد أن الحكومة تعلم تماما منهم يطلقون الصواريخ ومنهم يقومون بهذه الهجمات على القوات الأمريكية وبالتالي الحكومة اليوم في وضع حرج ليس فقط لأن هذه الهجمات ضد القوات الأمريكية لكنها أيضا يشعر السيد السوداني وتشعر العكومة العراقية بأنها منقوصة السيادة ومنقوصة الهيبة باعتبار أن الهجمات تقع بين هنا وهناك وهم يعلمون من يقوم بهذه الهجمات لكن لا يحرقون ساكنا هذه المشكلة الرئيسية التي تحاصر الحكومة العراقية لكن للأسف لا يمكن في أي حال من الأحوال التسليم لفصيل معين فصيل مسلح أو فصيلين أو ثلاثة طبعا كل الفصائل حقيقة هناك اختلاف كبير وتباين في وجهات النظر بين الفصائل المسلحة في العراق يعني لدينا في العراق حدث 74 فصيل مسلح 32 فصيل هذه تقريبا ممتابعة لدولة جارة ولكن بقية الفصائل الموجودة الآن في العراق هي لا تتفق مع هذه الضربات يعني ضمن الاجتماعات التي حدثت بين هذه الفصائل في هذا الشهر خلال غضون هذا الشهر كان هناك تباين في وجهات النظر كثيرة لكن أربع فصائل هذه تنتمي حقيقة إلى خط معين في الحرس الثوري الإيراني هذه الفصائل حقيقة أنت تعلم أنه في الحرس الثوري هناك خطوط متعددة ليست كلها باتجاه واحد هناك خط يدعم هذه الفصائل وهي أول الذي يحرض لربما على ضرب أو تقوم مع أنه المندوب الإيراني في الأمم المتحدة تبرأ من هذه الضربات وقال أن لا علاقة لإيران بهذه القضية لكن تبقى المسألة في حدود العراق ويجب أن يكون هناك ردا حازما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر